الوقت هنعمل الخاص بالحبوب نفسها. فهنا خلينا مسلا نعمل حاجة ظريفة ناخد دول كده. نستخدم خاصية حلوة في الانستريتور. انا هعمل بس. هاخد فيتامين دال ده. هحتاجه بس لكل واحد. كده. واعمل له جروب او اعتقد لا مش جروب. فانا هتعمل له جروب. وابدأ ان انا اصغره واجي هنا واقول له من قيمة اه object. repeat. grade. من قيمة object تاني. repeat. option. خليه كده. اختار يعني اللي هو يكون واحد تاني عكسي يعني. تمام? وابدأ ان انا مثلا احرك. اقول له كي طبعا. وابدأ احرك ده كده. احرك هنا كده. تمام? ودي اقول له انت ابدأ من فوق. ممكن اخليه يبدأ من فوق. من فوق كده. او ممكن مش اخليه من فوق او يعني اخليه تحت سنة. وابدأ ان انا اجيبه لحد تحت كده. وابدأ ان انا اضغط ضغطة ين اصغر ده. وابدأ ان انا اعوجه سنة كده. اعمل له روتيت ايوا بالطريقة دي كده. تمام? وابدأ ان انا اعمل له روتيت بالطريقة دي كده. طيب. في ممكن مسلا اخليه بالضبط وابدأ احذف انا جزء معين. لو انا شايف ان ده كده ممتاز يعني. ابدأ بعد كده اجيب الخمسمائة الخمسين الف دي اتا احطها هنا. الطريقة دي. كده. كده. بعد كده اجيبها كده. كنترول دي كنترول دي. يعني مش محتاجين الجزء ده. وهنا. انا ممكن هنا اا اصغر المسافات بينهم بعض. يعني هنا كده. اصغر المسافات شوية كده. بالضبط كده. وابدأ ان انا اطلع عشانا كده. يعني قلينا نقول حاجة زي كده. واجيب دول تحت كده. ممكن ابدأ اكبر دي سنة كده. انا شايف كده ان هي يعني منتازة. اعمل بس ان انا اعمل ايه? اعمل آآ واشوف شكلها هناك. كده شكلها آآ ممتاز. انا شايف شكلها كده كويس. ممكن يكون عندي الحبوب. هي طبعا الحبوب عندي كده آآ غامقة شوية يعني. مع ان انا اصلا في الحقيقة. هي نفس الحقيقة عندي ان هي كده يعني. يعني يعني لونها عامل كده. لكن انا شنعود ابدلها كلها. فانا محتاج. ان انا اخفضة. واجيب الحبوب. وابدأ ان انا اقول له هنا في الماتيريال. مثلا. آآ خلينا في البلاستيك. ممكن نجيب حاجة زي كده. يعني تبقى اورنج. مع ان الظهر هيكون مش اورنج. بس خلينا مثلا ان هو الاورنج. تمام. نظهر بقى البيعين. اظهر اظهر. تمام. واقول له سيف. اوكي. اه في معلومة عاوز اقولها جماعة. اه يعني افضل انك تحفظ الملف بتاعك في الاول. عشان ممكن يكون في فونت متعارض ولا حاجة. فما بيسيفش هنا. بيقفلك الاول وبيضيع عليك التصميم. فانت دايما من. وبهيحفظ الملف بتاعك. من كده. زمن هعمل كده الاول. عشان تضمن ان نعمل له كده. ممتاز. تمام. كده ممتاز. طيب. تعالوا نحرك ده كامل كده. كله كده. ونقول له ارجع كده. وتعالى وراء التصميم بتاعي كده. مثلا يعني. يعني كده سن. ونعمل له فتلة المشهد بتاعنا. وتعالوا كده نعمل آآ رندر. نشوف الشكل اللي حيب اعمل ازاي. طبعا انا الرندر بيكون ضعيف عشان انا عمل هنا البرافيو بتاعي. مش عامله على اخر حاجة عشان يعني. لان كده كده هدخله على بنامج الكي شوت. طبعا لو بس نشوف ان انا دلوقتي مبدئيا. آآ مبدئيا انا عندي الكارتون ميدي له ماتيريال. محتاج ادي له ماتيريال. الماتيريال هنا في البيبر. في الورق. اهو. محتاج ادي له آآ ماتيريال جلوسي. ومحتاج شفته بدأ اللام عشوية. ومحتاج ادي في الكارتون آآ الماتيريال جلوسي. تمام? بالزبط كده. بعد كده اقدر ان انا اعمل آآ عشان اطلع في الكي شوت. عشان اطلع في الكي شوت التصميم بتاعي جودة عالية ما طلعش على الكواليتي وهي آآ كده. هيديني التصميم جودة بتاعته ليلة. لازم اطلعه على اخر حاجة. فانا انقل على اخر حاجة. فدلوقتي هو. هيبدأ ان هو يقفل يعني يعمل زي نظام للتصميم بتاعي عشان يبدأ ان هو يدخله لي على اعلى كواليتي. شايف هو هنا على اعلى كواليتي. طبعا فلو انت شغال وبتعمل update من على اعلى كواليتي حالا حسب التصميم بتاعك بتلاقي في تقل شوية. فخلينا نعمل هنا ايه? نعمله هنا render. ونشوف هنا ايه الدنيا هتوب بعمل معنا ازاي? هلاحظ ان الدنيا معنا يعني ايه? خصوصا ان انا عامل هنا تلاتين اثنين تلاتين فانا لو انا علتها مع اعتبار ان انا اقول له مسلا اعمل لي بعض زي color correction الحاجات دي كلها هيبدأ ان هو يشتغل آآ ويديني آآ نتيجة افضل يعني. بالطريقة انت شايفة ديت هياخد وقته طبعا. في الرندر زي ما انت شايف هيبدأ يزبط معي. مع ان انا ممكن اعمل ال environment اللي هي موجودة هنا. لكن خليني نعمل له على الكي شوت. يعني تعال نعمل له على بنامج الكي شوت. طيب ما ابدأ ايا اهو. واقول له هنا من فايل. طبعا عشان سايف الموضوع ده بعد كده. وبعد كده نقول له على الكي شوت. يعني طبعا هو ما فيش مباشر مع الكي شوت زي برنامج زي فلتر اسكو. لكن طبعا هو بيتعرف عليه. وانا اعتقده كمان احسن من فلتر اسكو في التعرف عليه. فخليني دلوقتي نقول له فايل. اكسي بورت. او بي جي. وابدأ ان اقول له هنا واجه هنا في ملفات العامة بتاعتي اعمل فايل جديد فلتر جديد وهو ساميه كي شوت. وباي اسم انت عايز تستعمله. سيف. حاليا انا مش محتاج اي حاجة دلوقتي من من التصميم الاقدام ده. هقفله. خلاص وهيقفل اوتوماتيك التصميم الموجود هنا مش مشكلة.